اشتركوا في القناة 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 امن الفترات الجيدة امن الفترات السلبية ايش اكثر اشي جيد ايش اكثر اشي سلبي طول الشهر والتواريخ اللي انا بحذرك منها طبعا بالنسبة لاموليد برج الاسد خلال هذا الشهر الأمور رح تكون قوية على أكثر من اتجاه وفيها حضوض عالية جدا رح تكون رح يكون في نجاح خصوصا في أمور إلها علاقة بالسفر في فرص للسفر في فرص للاتصالات البعيدة في فرص للمواضيع القضائية والأعمليات الاستراد والتصدير كل هاي الأمور اللي بيشتغلوا في هاي المجالات أو اللي عندهم رغبة في هاي الأمور كلهم هدولة رح تكون هذا شهر مميز جدا كمان بيزيد عليه النشاط الاجتماعي وبرضو في أمور إلها علاقة بالشراكة العاطفية والمالية يعني في منكو ممكن يكون في عنده نوع من أنواع الحدية بس في هذا الموضوع اللي في الشراكة العاطفية والمالية أما باقي الأمور على مستوى النشاط الاجتماعي والأمور اللي إلها علاقة في البيت التاسع كلها قوية جدا بما أنه الشمس رح تكون موجودة في برج الحمل الصديق يعني رح تتغير الظروف لصالحك وكثير من مواليد الأسد رح يتحمسوا إما لموضوع العلاقة بالسفر أو الرجوع للدراسة وممكن يجيهم عروض لصفر وممكن يجيهم قبول لصفر وممكن إنهم يحصلوا على تأشيرة لصفر ما رح تنزعج من أي انتقاد أو اعتراض خصوصا من البعض على أفكارك لأنك رح بطريقة ما أو بطريقة الأمثل رح توصل الفكرة اللي أنت بدك إياها بالوقت اللي أنت بدك إياها عندك سرعة بديهة عالية وقوة على الإقناع عالية جدا أنت جاهز أنك تعيش تجربة جديدة ومميزة والحضوض كثير وبتساعدك وممكن أنك تجرب كل شيء جديد ورح تلتقي بوجوه جديدة وتتعرف على أشخاص أجانب أو من برى المكان اللي أنت بتعيش فيه فيه أشخاص ممكن يشتغلوا في الجامعات أو مؤسسات تعليمية أو أماكن إلها علاقة بمؤسسات التدريس كلغات مثلا فيه أشخاص ممكن يدرسوا لغات جديدة أو يتعلموا أشياء جديدة أما بعد تسعة عشر شهر هاي فترة امتحان فترة امتحان إلك عشان ينعرف أنك جاهز ولا لا يعني منقدر نحكي فترة تقييم لوضعك يمكن يكون فيه أشياء مصيرية فيها وفيه منكم رح يقلق على أحد الوالدين فيه فرصة لتحسين وضعك المهني وفيه منكم بيبدأ فيه عمل جديد ومنكم بياخد فرصة لتثبيت حاله يعني رح تكون فترة انتقال من حال لحال وبيدر ما بتجتهد قدر ما رح تلاقي خلال هذا الشهر هيك بالنسبة للغالب عليك خلال هذا الشهر أما بالنسبة للخارطة الفلكية ايش اللي بتحكيه؟ بالنسبة للبيت الأول الغالب عليك رح يكون هي تقلب في مزاجك وتقلب في شخصيتك يوم انت بتهتم في حالك كثير ويوم انت ما رح تهتم في حالك نهائيا يوم مزاجك رائق جدا ومبسوط ويوم انت عصبي جدا ومذائق طبعا هذا التقلب رح يأثر على شخصيتك ورح يأثر عليك مع المحيط فعشان هيك منقولك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية خلال هذا الشهر وما تستسلم للضغوط مهما كانت اما بالنسبة للبيت الثاني بيت المال فانا شايف انه فيه فرص كثيرة خلال هذا الشهر بتدل على انه فيه مكاسب مالية وخصوصا للاشخاص اللي بيشتغلوا بالعمل الاضافي او للاشخاص اللي بيشتغلوا على مجال الصفقات التجارية او بيشتغلوا على النسب هدولة رح يحققوا انجازات عالي جدا لها علاقة بالمكاسب المالية صحيح انه فيه ضغوطات وفيه مصاريف ولكن ما رح تكون بالشكل الهائل او المرعب الا الاشخاص اللي عليهم ديون او عليهم فواتير او عليهم التزامات ممكن يشعروا في بعض الضغوط ولكن مش طيلة الشهر يعني في ايام متفرقة بالشهر اما الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التسويق او مجال السفر او مجال الاتصالات او المواصلات سيارات مثلا او بيشتغلوا في اي مجال من هاي المجالات او حتى التعليم رح يكونوا مبدعين جدا خلال هذا الشهر لدرجة انه كل الشهر رح يكون مميز بشكل انت ما بتتوقعه عندك سرعة اقناع عالية جدا تقدر تسوق لاي شيء تقدر تاجر باي شيء تقدر تبيع الهوى شوف يعني لوين ممكن انت تقنع الناس عندك قدرة للإقناع عالية جدا حاول انك انت تستغلها بشكل جيد في منكو ممكن يشتري سيارة او يستبدل سيارته او ممكن يشتغل في مجال السيارات اما بالنسبة للبيت الرابع فبرضو على امور البيت امر مستقر تماما ما في اي مشاكل بتضغطك على مستوى البيت بالعكس انت الشهر هذا اليك وجود وحضوة عالية جدا مع افراد العائلة تقدر تتواصل مع افراد العائلة بتفرض مكانتك وتواجدك حضورك بكون مهم في كل الاوقات عشان هيك رح تتواصل مع افراد العائلة بقوة هائلة جدا خلال هذا الشهر ورح يكون لك مكاني عالية جدا في منكو ممكن يهتم اما ببيت جديد او بأثاثي جديد او بديكور جديد لمنزله في منكو ممكن يغير السكن ككل او يشتري عقار مثلا اما بالنسبة للبيت الخامس فانا بشوف انه صحيح انه في ايجابيات عاطفية ولكن في ضغوط عاطفية بالمقابل فعشان هيك منقولك انه استغل الايجابي وحاول انك تمسك عصبيتك وما تهمل الحبيب في هذا الشهر لانه ماشي الضغوطات قوية وانت ممكن تنشغل كثير ولكن برضو بدك تعطي حصة للحبيب اللي ما يشعر بفراغ عشان ما تخسر علاقة عاطفية لها سنوات معك اما بالنسبة للحضوض فما تراهن على الحضوض انت اللي بدك تتعب عشان تحصل على الشيء اما بالنسبة لبيتك السادس على مستوى العمل برضو قوي جدا يعني ممكن انت تشتغل في اكثر من مجال او تشتغل في شركة جديدة او تتوظف او تنطلب لمكان عملي جديد ممكن انه يصير في نوع من انواع الفرص العالية جدا على مستوى العمل انت ما كنت تتخيل انه ممكن انها تصير حاول انك تستغل كل الفرص حاول انك انت تجتهد عشان انت تحقق كل الايجابيات اللي انا ذكرتها في مجال العمل وخصوصا برضو اللي بيشتغلوا في المجال الصحي يعني اطباء او ممرضين او باي مجال من المجالات الصحية برضو رح يفرضوا حالهم ورح يكونوا لهم برضو مكاني قوي جدا خلال هذا الشهر وممكن يتعاقدوا مع شركات او مع مؤسسات خارجية وصير سفر من خلال هذا العمل اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكي فهنا بدي او انا خليك تشحط برك كبير لانه هنا ممكن يكون في نوع من انواع الخلافات الحادة اللي توصل لمرحلة مش سهلة بالتعامل مع شريكك بالمال او شريكك بالعاطفة يعني زوج او زوجي حاول انك انت ما تهمل العلاقة حاول انك تخلي في نوع من انواع التواصل بينك وبين علاقتك الزوجية على اساس انه ما يصير فيه اي خسارة لانه انت رح تنشغل كثير فما تخلي شغلك يلهيك عن اولوياتك وهو بيتك وخصوصا الحدية الاكبر رح تكون اللي هي في اخر عشر تيام تقريبا هاي حدية متواصلة احنا منسميها فعشان هيك بتكونوا منتيقضين ومنتبهين ما تخلوا الامور تصل لأي مرحلة من المراحل اللي ممكن تكبر فيها الفجوة بينك وبين الشريك اما على مستوى البيت الثامن فانا بقول لك انه الشهر هاد انتي يعني اذا كان عليك ديون ممكن يصير عليك مطالبات كثيرة وممكن تنضغط ماليا ممكن يصير عليك الاتزامات كثيرة ممكن حتى ما تقدر انك تجدول فواتيرك فعشان هيك هي بدك تكون محتاط لانه في فترات كثيرة رح يكون فيها نوع من انواع الضغط المالي وخصوصا برضو اللي هي اخر عشر ايام فحاول قدر الامكان انك تجهز حالك تقلل من مصاريفك تتدخر بعض المال لاجل الفترة هاي اذا صار في ضغط مالي تبقى انتي مستعد وجاهز لهذا الموضوع اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف فيه فرص قوية على مستوى بيت التاسع ولكن بعد تقريبا 12 يوم من بداية الشهر يعني من اليوم الثلاثة عشر وحتى نهاية الشهر بيكون فيه قوة في كل الامور اللي احنا ذكرناها في بداية الحلقة صحيح من بدايتها رح يكون فيه اشياء ولكن القوة الاكبر رح تكون فيه اخر تقريبا 20 يوم حاول انك تجهز حالك وتستعد للفترة هذيك حاول تعمل اتصالاتك مع الاشخاص اللي ممكن يوصلوك لهذا الشيء عشان تستغل الفرص بشكل ايجابي وبشكل قوي وتحقق انجازات عالية اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف على مستوى العمل بالشركات الكبيرة امور روتينية وخصوصا الاشخاص اللي بيشتغلوا في الشركات او المؤسسات الكبيرة عمل روتيني بيكون عندهم ما فيه تقلبات وما فيه يعني ايجابيات ضعيفة رح تكون ولكن الاغلب انه رح يكون فيه نوع من انواع الاستقرار احنا بنسمي او الروتين اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف على مستوى العلاقات الاجتماعية او مستوى الصداقات يعني فيه نوع من انواع التواصل الاجتماعي فيه نوع من انواع الفترات اللي بصير فيها نوع من انواع التواصل الايجابي ممكن تلجأ لبعض العلاقات تساعدك في مسائل معينة ولكن بدك تحذر في نهاية الشهر من بعض الاشياء اللي ممكن تصدمك ممكن تكتشف صديق ممكن تخسر صديق ممكن يعني اشياء رح تكون صادمة على مستوى الاصدقاء بتمنى انه ما تصير ولكن بدك تحذر بعلاقاتك مع اصدقائك وخصوصا من الاشخاص اللي بيحاولوا يخدعوك على انهم اصدقاء وهم بدهم يستغلوك اما بالنسبة لبيتك اتناعش بيت المتاعب فانا شايف انه الشهر هذا بالعكس يعني ما بقدر انا اقول انه بيت متاعب لانه رح يكون دعمك بشكل قوي جدا فعشان هيك انت بتقدر الشهر هذا تنجز كثير من الاعمال تقدر تسوي كثير من المسائل فيه اليك اهتمامات غريبة عجيبة رح تكون هذا الشهر ممكن بعضك يشتغل في مؤسسات استشفائية زي المستشفيات مثلا او مراكز علاجية في منكم ممكن اذا بيشتغلوا في مجال الجيش ممكن ينتقلوا لمصالح السجون يعملوا في هذا المجال رح يكون في انجاز للأعمال بقوة هائلة جدا خلال هذا الشهر وبرضو وضعك الصحي رح يكون جيد خلال هذا الشهر يعني تقريبا نحكي صحيا شهر هذا ما بخوف كثير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء